اشتركوا في القناة على بعد سبعين كيلومترا من مدينة اقادير اخويا الكار كان غادي اخويا بسرعة كبيرة هذه كيجري قد سيطار اخويا موقعش تحكم في الكار اخويا تتقل بقاك يدركش اخويا السرعة السين ما كيعرفش صوقة صاحبة التعدالين صاحبة على ناضي صوقة صاحبة انا سبب ما اعقل تتقل بي تشتن الكارتين تقل بحالك بحالك صافي غادي بسرعة مزيان الفيراجات تتايدو رمي و تتايدو الفيراجات اجاب الله ما تقلقك و جابوا الكين في التابوغا ما يتاوح من ماذا يبقى انا دربتها في الرجلية صافي وعمدي المرأة وعمدي واحد درج بتوم تحتكو راسا اليوم كما كتشوفوا في حوالي الساعة التالية من صابح اليوم استقبلنا حد يتسير مؤسفة لوقعته في سيد التمري على طريق الرابط بين اقادير و الصويرة اللي كانت ضحية دي لها في المجموعة سبا واربعين ضحية اللي كانوا فهم جيش جيش الوفيات سور بلاس يعني في مكان هذا الاكسيداء وكانت مرة اخرى الله رحمتها توفت في الولوجة المشفة اللي تخل مشفجة في حالة حالي جاء مع الاسعافات الاولية مع كانت الوفيات تلا ما فيما يخص بقوة دو اطروا اللي كان يضرقها بالاستغراف اللي يسوي جروح شوية عميقلوا وما استقرى الحالة دي لهم ان شاء الله سيخرجوا منها وما تبقى وما دي وما معطوبين بساطة دي بلسي اللي جي دي بلسي اللي جي بحيث كما تلاحظوا معنا من الساعة الاولى دي لات الصباح تمسين فارج جميع الاتقوب تبية والتمرضية مشكورة على هذا الشي يعني ما ينايز على التنشط بديل المزجالات جميع التخصصات حاضرين الممرضين بجميع الاختصاص دي لهم السلطة المحلية مشكورة اللي قامت بدور مهم الاخوان دي لازم بلانسي الإزعافات دي لسا بوغ بومبيي دي لبقية المدنية وكذلك كما انتم ما عشوا معنا هذه الأدل للعاصمة الحمد لله تنتأسفوا هذه الحديثة اللي ترات وكانت ترحموا على ثلاثة الوفيات اللي تراتوا فاجعة تقشعر لها الأبدان وترسل رسائل جديدة للسائقين عبر مختلف طرقات المملكة من أجل اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة أثناء السياقة واحترام القانون وتجنب السرعة المفرطة التي تدي بحياة الكثيرين وتتسبب لآخرين في جروح وعاهات مستديمة